أما حلوة المولد المولد هذا بدعة من البدعة التي تهدم السنة والخطر يقولون طبلي ما تتكلمون في هذا الباب على مسألة البدعة نقول لأن البدعة هدامة للسنة لأن المبتدع بيهدم الدين كما قال النبي الأمين دعابي هو أمي قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من أحدث فيها حدثا لعن الله من آوى فيها محدثا لعن الله من أحدث فيها حدثا لعن الله من آوى فيها محدثا وقال إن الله احتجب التوبة حجز التوبة عن كل صاحب بدعة البدعة هدمت للسنة ولذلك قال ابن حزب قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهرت البدعة في قوم إلا سحب الله منهم سنة هدم عليهم دينهم لذلك المولد نحن فقط نقول لهم من أين أتيتهم بهذا المولد ليس هذا التعبد مش أنتم بتقولون والمولد ليس شو بقى هنا فالكسافة الفرغة يتحكوا على الناس وإن كان في المولد فيه اندباط وهذا اندباط يقرأ فيه القرآن ثم يتكلم عن سيرة النبي وأنا بعلم الناس يعني أنت سيرة النبي السلام وقفة طول العام ولا يمكن أن أنت أصلا تأتي بها إلى فأد اليوم يعني محبتك للنبي وكثرة الصلاة عن النبي السلام طول العام أن تبعيد عن النبي السلام وتخالفه وتفعل ما يغضبه وتأتيني في اليوم هذا تتراقص والشربطات والحلاوة وحلاوة المولد وهذا وتقول أنا أفشي سيرة النبي بيننا على من تعمي أنت على من تغرر أنت ها هكذا دين هكذا دين لو كان خيرا لسابقونا إليه نحن بالإجماع نقول أشد ناس حبا للنبي أبو بكر وعمر عصمان عليه العشرة المهجون الأنصار والتابعون تابع التابعين ولا واحد في مقابل ذلك اختراع وابتداع من العبيديين الفاطميين والمساءة تقولي طب هذه عادة والعادات لا ينكر فيها دي مش عبادات أنت قلت هما بيتحقوا على أنفسهم عادة وإذا لا تنكر علي لأنها عادة طب أنت بتقرأ سيرة النبي ليه يقولك ده تعب تعب دهو لله بأن أنا أبين سيرة النبي للناس يعني قلبت العادة عبادة إذا لما تكون عبادة الأصل في العبادات التوقيف من شرع لك ذلك قد قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر تباك الله رب العالمين يعني الخلق هو يخلق الأمر والتشريع هو يأمر هو يشرع إن الحكم إلا لله أفحكم الجهلية يبغون إذن هذه بدعة ضلالة ولا يجوز أما إذا جاء حلوة المورد أخ أهدك حلوة أنت تحب الحلوة وفي هذا التوقيت جاءت الحلوة تحبوها نوع معين تحبوه تشتريه قبلها بأيام بعدها بأيام اشتريه وكل أنا لا أمنعك من هذا لكن لا يكون هذا احتفالا ولا أن توزعها احتفالا لأن هذه بدعة ضلالة والبدعة ضلالة من أعظم من أعظم الأدوات لهدم دين الله جل في أولاها يا أم وائل طبعا يا جزاء الله خيرا أنا سامع تلجع ما يقول لازم تحتافل وها أنا با لازم تحتافل هي المسألة قصرا يعني أنت أصلا تريد أن تنشر بدعة قصرا جبرا للناس يا أخي خلي عندك علم وانزل أضل بدلوك وبين علمك اللي عندك وقول يا جماعة دي لست بدعة واللي بيقول ببدعة ده جاهل بين لنا جهلانا يا أخي بين لنا أنا أقول لك بين لي جهلي حتى أنزل تحتراياتك حتى أنصرك وأعددك وأنشرنا لذلك بين الناس ما عندكم شيء ما في ولا مسكة من عقل ولا علم يعضد ما ما يفعل فهي المرأة ما تستطيع تسمع ذلك فقالت هذه بدعة ومشت بلها جزاء الله وخير فيما فعلت والأدب في ذلك والرفق هو أفضل شيء ما كان نرفق شيء إلا زانا وما نزع من شيء إلا شانا